الجينز. عندنا الا ب او جينز. موجودين على الكرموزوم تسعة. عشان كده بنقول على الوراثة بدايتنا. اوتوزومل. اوتوزومل يعني على الكرموزومات اللي هي الذاتية وليست سكس كرموزوم. عندنا في جين مهم جدا هنتكلم عليه اللي هو الاتش جين. الاتش جين ده مسؤول عن انتاج الاتش سابستانس اللي المادة الخام اللي بيطلع منها ال اي وال بي. ده برضو موجود على الكرموزوم تسعة عشر. عندنا جين مهم جدا. اسمه او ده موجود على الكرموزوم تسعة عشر برضو. اوتوزومل. يبقى مجموعة الجينات المسؤولة عن انتاج ال اي بي. كلها موجودة على كرموزومات اوتوزومل ذاتية. يا تسعة يا تسعة عشر. طيب الاس اي جين ده ده بيقول لك ان الفصيلة بتاعتك ممكن تكون موجودة في في يعني ممكن نعمل فصيلة لاي سائل داخل جسمه. طبعا لها اهمية في الطب الشرعي وفي الجرائم. زي ما حنتكلم بالتفصيل ان شاء الله.